تواجه السلطة الشرعية عدة تحديات على الصعيدين المحلي والدولي ما يتطلب منها تفعيل أدائها على كافة المستويات في هذه الفترة الحاسمة نتابع تتشابك الملفات على طاولة السلطة الشرعية التي تقف اليوم في مواجهة عدة إشكالات أمنية واقتصادية وسياسية وتتجه أنظار اليمنيين إلى المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن حيث يقيم الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية وحيث يعلق اليمنيون آمالهم على قدرة السلطة الشرعية في حسم هذه الملفات وتدعيم أركان الدولة وهيبتها بقوة وجدارة تمثل متغيرات السياسة على المسرح الدولي وتأرجح المصالح والعلاقات بين أقطاب الدول الكبرى والراعية للسلام في اليمن أحد التحديات التي يجب على السلطة الشرعية إدارتها بدبلوماسية وعلى هذا الصعيد لا بد أن تلعب السفارات اليمنية في مختلف بلدان العالم دورا موحدا وملموسا في تعرية الميليشيات الحوثية وتعرية التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن كما يجب أن يكون الملف الحقوقي وجرائم الميليشيات الحوثية في صدرة حملة إعلامية حقوقية لتعريف الرأي العالمي بهذه الفضائع ومواجهة لوبيات التضليل الحوثي الإيراني في المنظمات الدولية ومراكز الفعل والقرار خارج اليمن داخليا تمثل الكيانات الطارئة والتشكيلات المسلحة التي تناسلت خارج معطف الدولة تهديدا حقيقيا للدولة وخطرا مباشرا على الأمن والسلم الاجتماعي والدولة برمتها وليس أمام هذه الكيانات سوى التخلي عن نزغاتها الإرهابية وارتهاناتها لأجندات خارجية في ظل شعب يعي تماما مخاطر هذه الكيانات المسلحة على حاضره ومستقبله وأمن واستقرار بلده ولابد أن تتحمل السلطة الشرعية مسؤوليتها تجاه إنهاء حالات الازدواج والاختلال الأمني وأن تولي بموازاة هذا الجهد اهتماما كبيرا بالجانب الخدمي والمعيشي في المناطق المحررة كما يجب أن تقف الأحزاب السياسية والواجهات الاجتماعية والقبلية والهيئات المدنية والمؤسسات الخاصة بكل ما تملك من قوة وقدرة إلى جانب السلطة الشرعية التي تمثل كل اليمنيين وتناضل من أجلهم اشتركوا في القناة